نروح بقى لوزارة التربية والتعليم عندنا الحقيقة يعني كذا حاجة طيب التعليم قالت في وضع مدرسة بالنزهة تحت الاشراف الاداري بعد وقعة اقتصاب طلاب اكد احمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بانه تم وضع المدرسة المصرية اللغات بالنزهة تحت الاشراف المالي والاداري للوزارة واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة التلاميذ وذلك بعد الابلاغ عن وقعة تعرض فيها ثلاث تلاميذ للاعتداء والتحرش بالمدرسة في نفس السياق ده التقى الدكتور ريدا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بمجموعة من اولياء الامور في المدرسة المصرية لغات بالنزهة بعد لما سمعوا الواقعة دي واكد حجازي على ان الوزارة حريصة على سلامة ابنائها الطلاب وانه تم اتخاذ كل الاجراءات مشادلة اتجاه هذه المدرسة وتم برضو على الفور وضع المدرسة تحت الاشراف المالي والاداري للوزارة وارسال لجنة من الوزارة لمتابعة المدرسة اشار ايضا الى انه سيتم تغيير ادارة المدرسة بالكامل وطلبهم بتقديم هذه الطلبات لدراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة والحقيقة يعني اولياء الامور طلبوا تسهيل الاجراءات وهي سحب الملفات وانهم يحاولوا ولادهم لمدرسة تانية المصروفات ترجع لهم مرة تانية من غير خصومات لان طبعا الوقعة يعني وقعة غصبا عنهم والسماح اللي عايز بقى يكمل من ولادهم يستكمل العامل الدراسي بالمدرسة ان هو يدخل في اي وقت وليه الامر يعني يدخل في اي وقت علشان يطمئن على الاطفال هناك التقل السيد سيسر عبدالعزيز رئيس الادارة المركزية للتعليم السنوي والخاص بأولياء الامور وطمنهم على حالة الولاد وعلى نفسية الولاد وعلى مستقبلهم كمان وقال انه لازم يكون فيه متابعة دقيقة جدا من الادارة العامة للتعليم الخاص بهذه المدرسة لتوفير بيئة امنة للطلاب اكد ايضا عبدالعزيز ان الوزارة هتسعى جاهدة للاستجابة لهذه المطالب ودراستها والتحرك السريع وضع حلول قابلة للتنفيذ وتنظيم الامور الاجرائية بشكل يطمن اولياء الامور ووجه بالفعل بعمل حصر لعدد اولياء الامور راغبين ان هما ينقلوا ولادهم لان طبعا قلقهم بعد هذه الحادثة لمراجعة الادارة التعليمية والادارات اللي جنبها بوجود كسفات تسمح بدا يعني هيودهم مدارس شكلية لازم تكون برضو بنفس المستوى وقالوا لهم انه يعني هيوفوهم بالتوصل والياء واكيد اولياء الامور هيشتركوا في جميع الاجراءات طبعا الواقعة كمان يعني غاية في السخافة ومقززة جدا ان في احد المديرين او صاحب مدرسة في النزهة كان بيتحرش بالاطفال وحصل يعني منه تصرفات مشينة تجاه هذه الاطفال الحقيقة بعد كذا شكوى بعض من اولياء الامور راح اشتكى وهو المتهم دلوقتي المفروض انه هو في النيابة لان هم كانوا خايفين يعني الحقيقة كان في تلاتة تلات طلبة وكانوا تعرضوا للاعتداء والتحرش في المدرسة نتمنى ان شاء الله واكيد احنا على فكرة يعني احنا مش هنسكت على الموضوع ده احنا هنتابع جدا القصة دي وهنتابع اللي هيحصل فيها وهنرجع لها مرة تانية علشان نعرف بس كمان اولياء الامور قالوا ايه والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم قالوا ايه والتفسير بتاع الموضوع ده على كل المستويات وكمان العقوبة اللي المفروض ينالها هذا الشر